للراجل اللي بتهون في الصلاة للراجل اللي بيسيبها تخرج من غير عزر اسمع ربنا قال ايه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الغي ودي في جهنم تستغيث منه جهنم لمن يا رب؟ لمن فرط في الصلاة بغير عزر ربنا في صورة المعون كلنا حفظينها بيقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساغون الويل وادي في جهنم شره في عذابه شره في عذابه تستغيث منه جهنم لمين يا رب؟ مش لمن ترك الصلاة كلية لا لمن سهى عنها مين اللي من سهى عنها؟ لمن ضيعها وضيع وقتها بغير عزر جبت الكلام ده منين يا مشايخ عشان ترهبون به اسمع لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عزر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر يا الله باب من أبواب الكبائر كبائر دي اسمعناه في إيه؟ احنا اسمعناه في الزنا اسمعناه في السرقة اسمعناه في قتل النفس باب من أبواب الكبائر أيوة عشان كده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول أيضاً لا تترقن صلاة متعمدة فإنه من ترك صلاة متعمدة بارئت منه ذمة الله يا الله اللي يسيب صلاة واحدة متعمد بارئت منه ذمة الله أيوة ما هو المصيبة دي حضرتك تستطيع أن انت تشوفها لو سمعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاف ليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أناساً من أمته تردخ رؤوسهم بالحجارة كلما رضخت عادت فقلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل فقال هؤلاء الذين كانت رؤوسهم تتفاقل عن الصلاة يا رسول الله روى ذلك الخطيب البغداد شفت المصيبة قد إيه؟ ابن القيم رحمة الله عليه بيقول دخلت على أستاذ ابن تيمية وقد حبسه التطار فبكيت لحاله فقال لي لا تبكي لست أنا المحبوس ولا تبكي فلست أنا المأسور المحبوس من حبسه شيطان والمأسور من أسره هواه اسمع ابن تيمية وهو محبوس بذكر ابن القيم بإيه؟ وتأخير الصلاة من صفات المنافقين اسمع أن الله قال فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا عارف أنا بعضر كل واحد ما بيحفص على الصلاة ليه؟ لأنه مسكين مش فاهم الصلاة دي معنها إيه؟ مش فاهم الصلاة دي قوامها إيه؟ مرة بسأل شيخي يعني إيه صلاة؟ قال لي ببساطة لقاء مع الله قد تحدد لك يا الله مستشعرين إن ربنا يحدد لقاء معي أنا علشان أقف بين إيديه؟ لا 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 الموضوع كبير أوي